موسيقى جولة صحفية جديدة مع ابرز ما طلعتنا به صحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم اهلا بكم البداية بالصحف المحلية ومنشطات صحيفة الاهرام مصر تدعم استقرار السودان السيسي الربط الكهربائي ومد السكك الحديدية بين البلدين الحكومة تبحث خطة التعاون والدعم مشروعات التنمية البرلمان يناقش تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وزير الزراع انتاجنا من القمح تخطى تسعة ملايين طن في العام الى عنوين صحيفة الجمهورية ونطالع فيها السيسي خلال استقباله النائب الاول للرئيس البشير ومدير المخابرات امن السودان من امن مصر وخلال لقائه بوزيرة خارجية النرويج تعزيز التعاون في الموانئ والشحن والطاقة ندعم جهود احياء السلام وحل الدولتين النواب يوافق نهائيا على التصالح في مخالفات البناء ونقرأ ايضا من صحيفة الاخبار الرئيس السند مبادرات انسانية لتخفيف العب عن البسطاء وتحقيق مستقبل افضل اسوان مستعدة لاستقبال الشباب العربي الافريقي المهندس كامل الوزير لعمال السك الحديد عملون بالمحطات والافطار في رمضان على الرصيف ضربة قوية لمافيا تهريب المخدرات ومن منشطات صحيفة المصر اليوم نطالع البرلمان يوافق على مزاولة الطب والتصالح في مخالفات البناء الوزير في السك الحديد تعديل القوانين واللوائح لاعادة الانضباط وزارة الهجرة تتابع موقف 14 مصريا محتجزين باغندا لحملهم اقامات مزورة الطائرة الاثيوبية امريكا تفرض على بوينج تعديل نظام السلامة والى الصفحة الاولى من صحيفة الوطن التي نشرت ملفا تحت عنوان افريقيا في عاصمة الشمس نقرأ منه ملتقى اسوان يستضيف رؤاساء ومفكري القارة السمراء ومكافحة الارهاب على رأس الموضوعات المطروحة شباب افريقى في ضيافة الوطن السيسي يحاول تعويض 40 عاما من الغياب محافظ اسوان المنتدى يعيد الى المحافظة بريقها الحضري والتخطيط اعتمدت 47 مليون جنيه لتحويل المدينة الى عاصمة لشباب القارة العنوين الصحف العربية والبداية بصحيفة الشرق الاوسط اسرائيل تغلق الاقصى في خطوة تنذر بمزيد من التوتر والفلسطينيون يستنجدون بالعالم المبعوث الدولي الى سوريا خمسة جيوش في سوريا والحل السياسي بمقاربة شاملة جذور الصراع لم تنتهي بعد وشدد على منع الصدام الحوثيون يقصفون الوفد الحكومي في تحدي لمسار ستوكهولم من جانبها كتبت صحيفة الخليج الاماراتية اسرائيل تغلق الاقصى امام المصلين وتمنع الاذان الامارات تصريحات نتنياهو تقوض السلام قصف صاروخي حوثي يستهدف لجنة اعادة الانتشار في الحديدة استسلام جماعي لعناصر داعش وعائلاتهم في الباغوز السعودية توقيف 37 متهما بالارهاب اما صحيفة الحياة فجاءت ابرز عنوينها كالتالي وزيرة خارجية النرويج تبحث في القاهرة تعزيز التعاون مع مصر والجامعة العربية الجيش الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بعد محاولة طعنه جنودا قرب الخليل الجزائر على ابواب نظام سياسي جديد انطلاق مؤتمر بروكسيل ثلاثة لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الحريري يحسم اللغط حول بروكسيل اتحدث باسم لبنان وحزب الله والمستقبل لن يتهم بعضهما بالفساد ومن صحيفة السياسة الكويتية نطالع فلسطين تعميق الاستطان في القدس استخفاف بجهود تحقيق السلام قصد استسلام داعشي جماعي في الباغوز والمعركة بحكم المنتهية الحوثيون ينقضون ستوك هولم ويستغلون الهدنة لتعزيز صفوفهم الجيش اللبناني يقفل المعابر غير الشرعية مع سوريا وانقسام وزاري بشأن اللاجئين يهدد مصير حكومة الحريري اما صحيفة الدستور الاردنية فكتبت في عنوينها الاحتلال يخلي الاقصى ومفتي القدس يدعو للدفاع عن المسجد الاحتلال الاسرائيلي ابعد 133 مواطنا عن القدس الشهر المنصرم الاتحاد الاوروبي يتعهد بمواصلة دعم الانروا رغم جهود الاردن لتوفيرها نقص حاد بمياه الشربة في مخيم الركبان للاجئين جراء حصار واشنطن سيناتور امريكي اجواء مشجعة في البيت الابيض لضم الجولان لاسرائيل نتحول الى ابرز ما جاء بالصحف العالمية والبداية من نيويورك تايمز الامريكية التي كشفت ان الثروة الهائلة من الغاز الطبيعي المكتشف حديثا جعلت من مصر شريكا اساسيا في التحول العالمي بخريطة الطاقة وهو ما يعطي القاهرة نفوذا جغرافيا وسياسيا متناميا مصر تنتج الان رقما قياسيا من الغاز يبلغ ثلاثة مليارات وستمائة مليون قدم مكعب يوميا واصبحت واحدة من اكبر المنتجين في شمال افريقيا والشرق الاوسط ونطالع من عنوين الجارديان البريطانية نواب بريطانيا يتجاهلون خطة رئيسة الوزراء تريزامي ويرفضون اتفاق بريكزيت باغلبية 391 صوتا مقابل تأييد 242 نائبا ومي تعد بتصويت حر اليوم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو يخضع للتحقيق على خلفية انقطاع الكهرباء بالبلاد الخميس الماضي وواشنطن تسحب موظفيها بينما يتهم مادورو نظيره ترامب بالتخطيط الشيطاني ومن ابرز عنوين البيس الاسبانية الهزيمة الثانية لمي رغم الضمانات التي حصلت عليها من الاتحاد الاوروبي تفتح الباب امام التفاوض حول بريكزيت سماء اوروبا تغلق اجواءها امام رحلات شركة بوينج من طراز ماكس 737-8 اكثر من 30 شركة طيران اوروبية تتوقف عن استخدام النموذج الجديد لبوينج عقب حادث تحطم الطائرة الاثيوبية ونقرأ من عنوين ديفيلت الالمانية بعد الرفض الجديد لصفقة مي حول بريكزيت زعيم المعارضين جيرمي كوربين يعلن ان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون صفقة انتهى ويدعو الى اجراء انتخابات مبكرة كيم جونغ اون يستفز ترامب ويسخر من العقوبات المفروضة على بلاده على خلفية برنامجها النووي باستخدام سيارات فارهة وباهظة الثمن في تنقلاته عود الى الصحف الامريكية من واشنطن بوست البيت الابيض اعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين يتفاوضون على صفقة لتفادي هزيمة متعلقة بقرار ترامب فرض حالة الطوارئ ادارة ترامب اتبعت نهجا اكثر تشددا مع كوريا الشمالية منذ القمة الاخيرة بفيتنام مع كيم جونغ اون وشكوك حول ما اذا كان الطرفان سيتوصلان في نهاية الطريق الى اتفاق بشأن الازمة النووية للشمال ختام جولتنا الصحفية شكرا للمتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة